استضاف بيت السيناري احتفالات مصر بمرور 150 عاماً على ميلاد الزعيم الراحل مصطفى كامل تحت عنوان القاهرة عنواني وذلك ضمن مشروع حفظ الذاكرة الوطنية تضمنت الفعاليات حكايات عن حياة مصطفى كامل وعرضاً لفيلم تسجيلي يسلط الضوء على أهم محطات حياته ونضاله الوطني كما عرضت تكسيدات درامية لمسيرته من خلال الفن المصري على مدى أسبوع كامل احتضن بيت السيناري احتفالات مصر بمرور 150 عاماً على ذكرى ميلاد الزعيم الراحل مصطفى كامل ذلك الاحتفال الذي جاء تحت عنوان القاهرة عنواني والذي تاتي فعالياته ضمن مشروع حفظ الذاكرة الوطنية طبعاً نتكلم عن مصطفى كامل نتكلم عن مرحلة هامة جداً من تاريخ مصر الحديث والعاصف وتأثيره الكبير في تاريخ مصر مهما حصل من الزخم فهو ليل يعني عملنا زيارة لموطن ميلاده وبدأنا من مكان دفنه إلى قرب منزله اللي وتولد فيه بدأنا شرع الصليبة وشرع السوفية بداية من قبطه في مدان الألعاب عملنا ندوة تاريخية وسياسية في أصر الأمير طاز اتعمل بعض المحاضرات ومنها النهاردة عن الذكرى العثرة بتاع مصطفى كامل وتسليط الضوء على أعماله الاحتفالية تضمنت حكايات عن حياة مصطفى كامل كما رواها محمود التميمي منسق مشروع حفظ الذاكرة الوطنية وأيضاً عرضاً لفيلم تسجيلية عن أهم محطات الزعيم وملامح حياته ونضاله كما جسدتها الدرامة المصرية عبر مشوارها الفني الطويل والممتد مصطفى كامل عاش حياته كلها 33 سنة من أجل مصر ومات وهو يعاني من أمراض عديدة جراء محاولاته الدائمة لكي يعني يدافع عن القضايا المصرية في مصر وبر مصر الله يرحمه لما توفى في هذا السن الصغير 6198 الشعب المصري نعاه وأحمد شوقي كتاب له قصيدة عظيمة المشرقان عليك انتحباني موجودة للعايزة يشوفها على اليوتيوب وكذا هذا العمل الوطني كبير الذي قدمه مصطفى كامل يجعلنا نتوقف أمامه سنوات وسنوات لما يمر 100 سنة على ميلاده نحتفل والنهاردة لما يمر 150 سنة على ميلاده لازم نحتفل به وهكذا يواصل بيت السناري بمنطقة السيدة الزينب بالقاهرة دوره التثقفي والتوعوية باعتباره أحد الأذرع الثقافية بالقاهرة التابعة لقطاع التواصل الثقافي بمكتبة الإسكندرية